السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى اخوات في العالم. شرح سريع كده هو ازاي اشوف قصص اصدقائي على الفيسبوك وكمان اقرأ الرسائل بدون ما هم اصلا ما يعرفون. خلونا نبدأ في الشرح مباشر وكالعادة سيب لكم جميع الرابط في صندوق الوصف الخاص بالفيديو. التطبيق المستخدم في الشرح زي وزي الفيسبوك بالضبط. بمجرد ان انت بتفتحه هتكتب ايميلك ورقمك السري وهتفتح معاك واجهة التطبيق. اول ما بيفتح معانا تسجل ايميل تسجل رقم سري. اول ما بيفتح بتلاقي هنا القصص الخاصة باصدقائك. على سبيل المثال سامح منزل قصة. حاجة اضغط على القصة كده. وهبتدي اتفرج عليها. انا حاليا بشاهد القصة. لو عجبتك القصة هتضغط عليها ضغطة وهتبتدي تنزلها عندك. طيب ده رقم واحد. همشي القصة كده للنهاية? انا كده اتفرجت عليها. السؤال هل كده اتحسبت مشاهدة لسامح? الايجابة لا. هنروح نتوجه مباشرة هنفتح الايميل الخاص بسامح. اول ما بيفتح الايميل حاجة افتح القصة بتاحته. هلاقي هنا ان مكتوب ايه? لا يوجد مشاهدة حتى الان. طيب ده الجزء الاولاني من الشرح. الجزء التاني من الشرح هنبدأ نراسل ميدو. يعني سامح. هيراسل ميدو. حاجة اضغط هنا في الماسينجر. هبتدي اكتب عامل ايه? يا ميدو. كده انا كتبت عامل ايه يا ميدو? هضغط ارسال. كده من المفترض ان هو استلم الرسالة. حاجة اضغط هنا في الايكونة بتاعة الرسالة. هلاقي هنا ان سامح. بعت لميدو كتب له عامل ايه يا ميدو? طب انا فعلا انا شفت الرسالة. وما سمعتش عنده ان انا شفتها. طيب. بمجرد ان انا ادخل على الرسالة هتتحسب مشاهدة من باب الامانة في الشرح. لو انا عملت كده. زي ما حضرتك شايف دلوقتي. هنا اتعلم ان انا قرأت وشفت الرسالة. ومن خلال التطبيق المميز ده تقدر ترد على سامح. لكن زي ما وضحنا في بداية الشرح لو انا ضغطت على القسم الخاص من المراسلات. اقدر اشوف الرسالة. ولكن مش هتتحسب ان انا شفتها. ده كان فكرة الشرح. اتمنى ان انا اكون افدتكم. ولو بمعلومة. ولو استفدت بمعلومة يا ريت تدعم الفيديو ده بلايك. اشترك في القناة علشان يوصل لك كل جديد. وشارك الفيديو مع اصدقائك علشان المعلومة توصل للجميع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.